النهاردة ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي اللي بيعد أحد أعمدة الكوميديا في تاريخ الفن المصري الموجي ساب بصمة ما تتنسيش في المصرح وفي السينما بأدواره مميزة وخفت دمه وقدر أنه فعلا يقدم أعمال لسه موجودة في ذهن الجمهور في أجيال متعددة مش بس الناس اللي عشرت نجاح الموجي يمكن الموجي حفر اسمه وسط عملقة كبار رغم أن بدايته كانت بسيطة جدا لكنه بقى واحد من أبرز نجوم الكوميديا ولسه عماله بتحتل مكانه خاصة في تاريخ الفن المصري والغاية النهاردة خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن محطات حياة الفنان الرحل تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان نجاح الموجي أحد أبرز عملقة الكوميديا والفن الجميل في تاريخ مصر قدم الموجي العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية حيث تميز بخفة دمه وكوميدياته المميزة بدأ مسيرته الفنية مع ثلاث أضواء المسرح وبرز بشكل خاص في مسرحية المتزوجون التي تركت بصمة قوية في تاريخ الكوميديا حصل على عدة جوائز سينمائية وشارك في ثلاثة أفلام تم اختيارها ضمن قائمة أفضل مئة فيلم خلال القرن العشرين حسب استفتاءات النقاط في عام 1996 تخرج الموجي من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بعد أن ترك كلية التجارة وقدم العديد من المحاولات للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات عمل في وزارة الثقافة حتى وصل إلى منصب وكيل أول وزارة الثقافة بدأ حياته الفنية مع المخرج الراحل محمد سالم والفنان جورج سيد هون في مسرحية فندء الأشغال الشقة حيث لفت الأنظار بشدة إليه ثم انتقل إلى الإذاعة لتقديم برنامج مسرح الكاريكاتور الذي حقق نجاحاً كبيراً أتكلم أنا ولا تتكلم أنت يا أمه؟ بصراحة كده لما أحمد ابني جه شاون في مسألة جوازه وعرفت أن عينه من اسم النبي حرصها مهة نوها يا أمه مهة دي خطاق كبيرة الله من بين أهم أعماله السينمائية الحريف شوارع من نار صاحب الإدارة بواب العمارة والكيت كات بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى توفي نجاح الموجي في مثل هذا اليوم عام 1998 بالقاهرة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بعد عودته من المسرح حيث كان يؤدي دوره في مسرحية سيدي المرعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر